أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي كل عام وأنتم بخير نحن اليوم على موعد مع القصة طبعا طلاب كتير وطالبات هيسألوني سؤال المعتاد يا أستاذ يا مستر هي قصة أصلا مقررة علينا هقول لي حضرتك القصة احنا بناخد منها عبر ومواعظ وأسئلة مختلفة يعني احنا مش هنطلب من حضرتك أن انت تذاكر القصة وتيجي تقول لنا سين وجيم أو أن انت تذاكرها وتتذكر الذي يوجد فيها أنا مش طالب منك خالص أن انت تذاكر القصة لأن احنا لو جي سؤال في الامتحان في القصة هنسألك فيها بالطريقة اللي انت هتشوفها دلوقتي قدامك طريقة جميلة بتعتمد على الفهم والتحليل يعني احنا هنجيب لك الجزء اللي انت المفروض تتذكره يعني هقول لك جلال الدين عمل ايه مش محتاج منك أن انت تذاكره أنا محتاج من حضرتك أن انت تفهم الفقرة التي أمامك فهما صحيحا ثم بعد ذلك تطبق هذا على الإجابات يعني انت ممكن ما تذاكرش القصة أصلا احنا محتاجين منك أن انت تعمل عقلك في الفقرة التي أمامك لكن ما تروحش تذاكر القصة وتقرأها وتقعد تحفظ الأسئلة لا الكلام ده مرفوض تماما وده اللي هتقدر تشوفه معايا دلوقتي في الحصة بتاعتنا إن شاء الله هنقدم لك القصة بشكل مختلف وخلي بالك ده منهج الوزارة يعني ده النظام والسيستم اللي هنمشي عليه إن شاء الله بإذن الله نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم نبص على نواتج التعلم أول حاجة عندي أولاد نواتج التعلم اللي احنا المفروض نركز عليها عاوزين نستنتج عوامل بناء الدولة الإسلامية إزاي جلال الدين بن خوارز مشاه وبعد منه قطز قدروا يبنوا الدولة الإسلامية زي ما انتهى تقرأ دلوقتي عاوزين نميز الأخطار الخارجية زي التطار والفرينج والناس دي عاوزين من حضرتك تقرأ واتطلع لنا الطرائق الجديدة لقيام الحكم أصحيح إزاي نبن دولة إزاي بقى في دولة قائمة على العلم والجيش القوي حافظ الله وجيش مصر كده أولاد هنبدأ مع بعض بملخص بسيط للفصل الرابع طبعا كلنا عرفنا إن السلطان جلال الدين قبل كده فقط محمود وجهاد وبعد كده الشيخ سلامة قدر يرجع له محمود وجهاد مرة تانية والشيخ سلامة ضحب نفسه من أجل إمقاذ محمود وجهاد ونعتبر الفكرة التي أمامنا دي هي التذكر بتاعنا يا مش تذكر بس يا قدامك هيد هنبني عليها أسئلة دلوقتي جلال الدين بن خوارز مشاه لا يستطيع أن ينسى محمود وجهاد لأنهما الوحيدين يعني محمود وجهاد هما من يجعلوه ينسى ما حدث له من مصائب كبيرة يعني محمود وجهاد كانوا بيخففوا على جلال الدين ما كان يجده من التطور طب بالنسبة للتطور دول أمة لا تطمع في ملك البلاد يعني لا تطمع يعني ناس محترمة ما بيختصبوش الأرض ما بيحتلوش البلاد لا بيحتلو ويستنزفوا خيرتها ولكن لا يستعمرون هذه البلاد لا يجلسون فيها لا يعيشون بين أهلها ولكن التطار بيجيبوا ملك ظالم أو بيجيبوا واحد من التطار بيحكم البلد وهم ما بيعيشوش يستولوا على الخيرات اللي فيها ياخدوا صرواتها كل حاجة موجودة فيها لكن ما بيعيشوش مش زي انجلترا وفرنسا كده أيام الاستعمار ما بيعيشوش بين البلاد طب لو جينا نبص مع بعض برضو في الفصل الرابع جلال الدين يا ولاد كان له أعوان وأنصار موجودين في غزنة المكان بتاعه الأول جلال الدين كان دايما في مراسلة بينه وبين أهله في غزنة في بلاد خوارز مشاء عشان يعرف أحوال بلاده اللي هو اضطرد منها وهرب منها خوفا من التطار لكن أعوان جلال الدين وعدوا بأنهم سيصورون صورة عارمة على حكام التطار إذا رجع لهم جلال الدين وقالوا له إيه ما تخافش يا جلال الدين لأن التطار مشغولين دلوقتي بحروبهم مع تركيا فالفرصة دلوقتي سانحة عارضة مهيئة أن أنت تيجي دلوقتي وترجع لبلاده نكس الفكرة عشان أن نرجع لها تاني دلوقتي لما نيجي نسأل عارضة فكر مليا في أمر ولديه الحبيبين وتردد طويلا جلال الدين هل يخدهم معه ورجع بلده ولا يعمل إيه جلال الدين وإنه إن تركهما بالهند لا يستطيع له ولن يستطيع أن يفارقهما وليس له في الدنيا أهل غيرهما ففضل أن يأخذ محمود وجهاد معه مرة ثانية أثناء ذهابه إلى غزنة كده هللاقي إن استعد دعاة التطار وأعوانهم وأجمعه على ملاقات جلال الدين وطبعا بعثوا إلى جنكيس خانية تنجدون فعاجلهم جلال الدين قبل أن تأتيهم إمدادات التطار وكان بيفتح مدينة تلوى مدينة أخرى نبص كده مع بعض أعاتبوا ظهرا لا يلينوا لعاتبي وأخفي الجوى في القلب والدم أفاضحي وقومي مع الأيام عون على دمي وقد طلبوني بالقناة والصفائحي استدلم الأحداث اللي فاتت دي اللي هي قدامك مش هنتذكر بما يتطفق مع معنى هذا البيت يعني أنا عاوز أطبق البيت اللي قدامي ده على الأحداث اللي مرت بجلال الدين لما أهله سابوه وملوك المسلمين سابوه عاوزين نستدل من الفكرة اللي فاتت على ما يتطفق معه هذا البيت أهو تخاز لحكام وأمراء المسلمين في نصرة جلال الدين وأبيه من قبل هنا عاوزين نأكد أن جلال الدين عمل إيه استنجد بملوك المسلمين بس ملوك المسلمين ما نصرهوش فلما نيجي نطبق البيت ده وعاتبه ظهرا لا يلينه لعاتبي وأخفي الجوى في القلب والدمع فاضحي فهنا نطبق هذا الكلام عندي تاني غيابك في الفؤاد له احتشاء وركز في الأسئلة وطيفك في الخيال له انتماء استنتج من مالي سبب التواصل المستمر بين جلال الدين ورسله طيب واحد فيكو هيقول لي يا أستاذ هو جلال الدين اتواصل مع رسله آه ما احنا لسه واخدنا في الفكرة التي أمامك من شوية أهو أهو فاستعد دعاة التطر وعما أنه الفكرة اللي قبلها بص كده مع بعض وكان جلال الدين فيهما أعوان وأنصار يعني الفكرة قدامي أنا مش محتاج تذكر خالص فالفكرة هي يرسلونه ويرسلهم نرجع بقى للسؤال بتاعنا كده وعاتبوا ظهر اللي يلين لعاتبي دي خلصناها السؤال بعد كده غيابك في الفؤاد له احتشاء وطيفك في الخيال له انتماء استنتج من مالي سبب التواصل المستمر بين جلال الدين ورسله في الفكرة التي أمامي التي مرت ما تذكرتش حاجة هنا بقى غيابك في الفؤاد له احتشاء يعني الغياب هنا بيأثر على نفسي تأثير قوي وطيفك في الخيال له انتماء استنتج من مالي سبب التواصل هل عودته إلى ملكه في غزنة تكوين مملكة جديدة في الهند عودة أولاد محمود وجهاد ولا عودة جلال الدين لقتال التطور ركز بقى يبقى الإجابة بتاعتنا ايه عودته إلى ملكه في غزنة ما احنا لسه واخدنا في الفكرة التي أمامنا غيابك في الفؤاد له احتشاء وطيفك في الخيال له انتماء رسله ورجع رجع لبلده هنا ما اعتمدتش على التذكر خالص اعتمدت أن جلال الدين في الفكرة التي أمامنا عاد إلى بلده ولما رجع لبلده قال البيت ده بقى بيت مشابه غيابك في الفؤاد له احتشاء وطيفك في الخيال له انتماء لما رجع لبلده شوف أنا عملت ايه عملت ربط ما بين الفكرة التي أمامنا وما بين ايه وما بين البيت الشعر اللي قدامي خدت بالكم الموازنة من المقارنة أنا مش محتاج منك تذكر خالص أنا محتاج منك تعمل مقارنة ما بين الفكرة وما بين التي البيت الذي أمامك قام جلال الدين بتجهيز الجيش وإقامة السفن لحمل الجند وعين بهلوان أسبك نائبا له حدد من مالي سبب تفوق جلال الدين وجيش مصر العظيم الفكرة أمامك هيه وعرفنا أن جلال الدين في الفكرة التي أمامنا هو جهز الجيش وعمل إقامة للسفن لحمل الجند وعين بهلوان أسبك نائبا له عاوزين سبب تفوق جلال الدين وجيش مصر العظيم على التطارق هل التخطيط الجيد للمعارك قبل حدوثها؟ هل الرغبة الملحة في رد كرامة الوطن؟ هل هنا ممارسة المعارك صباحا ومساءا؟ ولا هل هنا الإجابة اللي بعد كده ضعف العدو هروبه أمام القر فقام جلال الدين بتجهيز الجيش وإقامة السفن لحمل الجند يبقى عمل إيه؟ هل هنا رغبة في رد الكرامة؟ ولا ممارسة المعارك؟ ولا ضعف العدو؟ ولا التخطيط الجيد؟ وهو قام بتجهيز الجيش إقامة السفن خلاص الموضوع واضح زي الشمس بص معايا كده في الفصل الخامس مات جلال الدين ولم يعلم عن محمود وجهاد إلا أنهم اختطفا خلاص في الفصل بدأ تم اختطاف محمود وجهاد واتباعه في سوق العبيد الرقيق أما كيف اختطفا وماذا لقي خلاص ده معروف سر مكتوم إلى الأبد وتفصيل ذلك أن السلطان جلال الدين كان شديد الولع بالصيد كان شديد الولع بالصيد لا يتركه في إقامته ولا في سفره مستمعي بقى كده؟ عندي برضو في الفصل الخامس بينما كان محمود وجهاد يسيران في مؤخرة الجيش إذ أبصر عين يمينيهما بأرنب مبري وانطلق بين الحشائش ودي فكرة احنا هنحتاجها دلوقتي في أسفل الجبل فصاقة محمود في طلبه مشي وراه وانطلقت جهاد أمامه وجرى معهما الحارسان ليردهما عن ذلك حتى غابوا جميعا في مناطف الجبال ولم يكترس لهم أحد ما فيش حد يهتم بهم خلص كلهم معتمدين اني ايه؟ اني معهم الشيخ سلامة ومعهم واحد كمان اسمه السائل سيرون لو جينا نبص هنا على أول برضو الفصل الخامس بولك كان ماشي ورا جلال الدين برضو سبعة من الأكراد الموتورين كانوا يسيرون وراءه غير بعيد عمنهم متوارين خلف الأشجار أو خلف التلال يتطلعون إليه يقضين حذرين بحيث يرونه من حيث لا يره أو خلف التلال يتطلعون إليه يقضين السبعة الأكراد الموتورين دول يا أولاد عاوزين يقتلوا جلال الدين ليه؟ لأن جلال الدين لما رح هجم على بلاد المسلمين لأن هم زي ما عرفنا مردوش ينصروا فجلال الدين عمل إيه؟ جلال الدين رح لملوك المسلمين دول وقتل الرجال والنساء والأطفال وصنع بهم فظائع التطار فطبعا هم عاوزين يقتلوا جلال الدين فملقوش فخطفوا الطفلين محمود وإيه؟ وجهد رو سمعني بقى كده؟ هنا بقى في الفصل ده كمان بنتكلم عن الشيخ سلامة بعد ما عمل إيه يا أولاد بعد ما تم اختطاف محمود وجهد شعر الشيخ سلامة بهم عظيم يعني حاجة صعبة جدا بالنسبة له أنه وضحك على الطفلين وقال لهم أنهم سيطاع قابلان وأنه هو سيعود لهم جلال الدين مرة ثانية ولكن ما حدث لم يكن في حزبانه أن ضاع ملك خوارزم شاه كله ضاع كله ملك خوارزم شاه وتم بيع الأمير محمود والأميرة جهاد في السوق ومن شدة الحزن على آل خوارزم شاه هللاقي أن الشيخ سلامة الهندي ماذا فعل؟ الشيخ سلامة الهندي أصابته حم شديدة من شدة الحزن على محمود وجهد ومات حتى وجدوه في الصباح جسدا هامدا لا حراق به فكفنوه في سيابه وأهالوا عليه التراب ولم يعلم الشيخ سلامة الهندي أنه مات قريبا من نفس المكان الذي مات فيه جلال الدين ابن خوارزم شاه وليس أخو الحاجات من بات نائما ولكن أخوها من يبيت على وجن استدل من الأحداث السابقة اللي مرت قدامك دلوقتي ما فيش تذكر خالص بما يتفق مع معنى هذا البيت يعني إحنا مر علينا فكرات دلوقتي الفكرات دي عوزين منها ما يطابق هذا البيت خلت بالك وليس أخو الحاجات من بات نائما ولكن أخوها من يبيت على وجن يعني الإنسان اللي وراه حاجة مش بينام الإنسان اللي وراه حاجة بيكتهد ويشتغل هتلاقي الإجابة إن زي ما احنا خدنا تعرض جلال الدين لكثير من المصاب من فقدان محمود وجهد وضيع ملكه وتمنى لو يجد محمود وجهد فيطمئن قلبه فتقاع سعان الجيش ومات مهموم بأمر الطفلين زي ما مر علينا دلوقتي وأنا بشرح إن جلال الدين فقط صوابه خلاص بعد ضيع محمود وجهد وخلاص عرف إن هم تم اختطفهم وتم بيعهم في سوق العبيد وقص وليس أخو الحاجات من بات نائما ولكن أخوها من يبيت على وجن لو نظرنا هنا إلى ما يحدث عرفنا طبعا كلنا في الفصل الخامس إن جلال الدين سبع من الأكراد الموتورين كانوا يسيرون وراءه عرفنا الكلام ده وركز في الفكرة دي عشان أتسئل عليها سؤال دلوقتي متوارين خلف الأشجار وعرفنا إنهما كانوا مترصدينه لحد ما لمحوا محمود وجهد وتم اختطاف محمود وجهد ركز بقى في السؤال لي جيدا كده مما فعله جلال الدين أثناء سيره للحرب ويدل على اعتنائه مما فعله جلال الدين أثناء سيره للحرب ويدل على اعتنائه بمظاهر فعلها لا ينفع وتركها لا يضر ولكنها كانت السبب في اختطاف محمود وجهد يعني محمود وجهد كان سبب اختطافهم خطأ وقع فيه جلال الدين نحن لسه عارفينه هو بص كده بص في الفكرة سبعة من الأقراض كانوا يسيرون وراءه غير بعيدا منه حذرين بحيث يرونهم قد لمحوا محمود يجري وراء الأرنب ناحية الجبل ركز في ديه هو بيقلت مين بيقلت خاله جلال الدين هنا بقى الفكرة بالسؤال بيقولك ايه مما فعله جلال الدين أثناء سيره للحرب لأنه كان بيهتم من مظاهر فعلها لا ينفع وتركها لا يضر ايه الغلطة بقى اللي ويع فيها جلال الدين واللي محمود قلده عشان يتم اختطاف محمود وجهد هل استحابوا الطفلين معه أثناء المعركة هل الصيد والبحث عن الأرنب البرية بمعين هل عدم تتبع الأعداء المتربسين به ولا هل وعده للكردي الموتور بملك كبير ايه لأربع إجابات بتوعنا اكيد الإجابة بتاعته ايه الصيد والبحث عن الأرنب البرية ماهدى يا ولاد زي ما انتم شايفين في السؤال كده مظاهر فعلها لا ينفع وتركها لا يضر ولكن انت الخطأ اللي انت عملته يا جلال الدين قلدك في مين محمود فتم اختطاف محمود وجهد بسبب هذا السؤال خدت بالك بقى يا حبيبي هنا ان انا ما عنديش تذكر خدت بالك ان انا عملت مقارنة ما بين الفقرة التي أمامك دي وما بين السؤال رأس السؤال ده عملت ربط بينهم فانت هنا تأكدت وعرفت مليون في المية ان اسئلتنا ما بتعتمدش على التذكر بتعتمد على الفهم تحليل فقرة زي ما انت مشكت الفقرة وحللتها وشو عرفت ان محمود وجهد بيجروا ورا الأرنب البري بيقلدوا خلهم جلال الدين فانت اتأكدت انه هنا جلال الدين هو كمان كان بيعمل كده عشان كده اخترت الإجابة بتاعته الصيد والبحث عن الأرنب البري هتبالكوا حبيبي سؤالي بعد كده رغبة جينكيس خان في أسر جلال الدين أقوى من رغبته في قتله على يد الجنوب قالي بلك بقى من اللي جاي استنى يعني جينكيس خان ده عاوز يعمل ايه عاوز يقتل جلال الدين بإيده قولونج بوهولي أنا مش عاوزه انتوا تقتلوه لأنا عاوز أنا اللي قتله بإيدي استنتج مما يال الصفة التي يسع عليها المتغطرسون الجبابرة خدت بلك ان السؤال ما فيش في تذكر أنا عاوز اطلع من القصة دي قيمة هدف القيمة والهدف من ان جينكيس خان عاوز يقتل جلال الدين بإيده ايه القيمة من هنا ايه الهدف من هنا اهانة الملوك بعضهم بعضا املا في النصر التفاخر وارواء الغليل بقتلهم بعضهم بعضا سيادة العالم بتكفيف نسل الملوك وأعوانهم واللصيت والشهرة بالتمثيل بجوسسهم تخدت بلاء رغبة جينكيس خان في أسر جلال الدين أقوى من عاوز يجيبه في إيده عاوز يحطه في إيده وكذا يبقى عاوز يعمل ايه عاوز يشفي غليله مش عاوز يهن الملوك بعضهم بعضا أملا في النصر طب يا مستر أنا ممكن أختار آلف هقول لحضرتك هي آلف هنا كتب لك في الفكرة فوق أو انت استنبطت واستنتجت من فوق إنه عاوز يهينه طب لو عاوز يهينه أملا في النصر يا عاما عاوز يهينه تفن النصر فوق يبقى ألف دي استبعدها ما ما فيش نصر فوق تعال بقى تاني هنا سيادة العلم بتكفيف نسل الملوك آه تكفيف نسل الملوك حلو بس إيه علاقة سيادة العلم فوق ما فيش حاجة فوق قيمة بتقول لي إنه عاوز يسود العالم طب الصيت والشهرة هو ما قالش عاوز يتفاخر بقول لك أنا عاوز أمسكه في إيدي أجيبه بين إيدي ليه عاوز أروي غليلي فالملوك بيحبه يقتله الملوك شفت انت استنتجت صفة حلوة زي خلي بقى لك بقى من الفكرة الجميلة دي بيقول لك هنا مما يروى من أخبار التاريخ أن قاهر التطار قطز يا أستاذ ما قطز ده لسه وقاهر التطار في الترمي التاني فاصل دراسة التاني هقول لك حضرتك احنا عاوزين نستنتج من هنا قيمة يا أستاذ احنا مش بتوع تذكر مش عاوزينك تذكر القصة وتقراها وتحفظها مما يروى من أخبار التاريخ أن قاهر التطار قطز كان مبدأه طفلا يضع محمود يعني هو بدأ بمحمود ينتسب لدولة خوارزم قضت تطار على البقية الباقية من أهله وأسره هو بعد ذلك من قبل من قبل أشخاص أكراد زي ما اتفقنا من شوية لهم صأر عند خالي السلطان جلال الدين شوفت ربطت لك الفصل الدراسي الأول بالتاني هنا وكان رفيقه في الأسر خادمه وابنة خاله ثم قاموا ليمين جهاد ثم قاموا ببيعه وابنة خاله بعد ذلك بعد تغيير اسميهما إلى قطز وجلنار وتركوا الخادم لكبر سنين فاكرين شيخ سلامة مات للسائلين فعز أمر فقراقهما على الخادم وكان خيرا منه في بادئ الأمر أن نصحهما بطاعة التجار عرفنا أن الشيخ سلامة وهو دي نقولنا بنقول تاني هو هلهم اسمعوا كلام التجار وعدم إفشاء أمر نسابهما حتى لا يتعرض للقطر اوعوا تقولوا أن أنتم من أبناء جلال الدين حتى لا تتعرض إلى الخطر ويتيسر أمر عودتهما إلى خالهما السلطان ساعة ما قلت لكم أنه وضحك عليهم واستغلس زاجة الطفلين في حين أن الطفل مع مضجة عقله رأى ذلك من بعيد خلي بالك من حتة اللي جاء دي فصبر وركز في ديه بقى كويس قوي شيخ سلامة قال له ايه صبره بذكر قصة سيدنا يوسف قال له خلي بالك يا محمود سيدنا يوسف كان زيك خادم لما الشيخ سلامة قال له ايه يا محمود انت هتملق مصر وهيبقى معك ملك كبير فرد علي محمود وقال له ايه قال له هيهات أن يكون المملوك ملكا المملوك ده عمره ما يكون ملك فهنا بقى الشيخ سلامة قال له لا ركز تنسيت امر سيدنا يوسف سيدنا يوسف رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم كان يعيش في مصر وكان مملوكا خادما بيع وهو ابن نبي ثم بعد ذلك اصبح ملكا على مصر يملك خزائنها حيث انه رأى انه خدع الطفلين بامل رجعهما بامل رجعهما ورفض الطعام فمات من جراء ذلك وانصرف الطجار بالطفلين سالكين طريقا طويلا نهايته بدايتنا ركز بقى هنطلع من هنا قيمة خدت بالك انا عاوز اسألك في الفكرة دي برضو مش هتذاكر مش هتذاكر قصة انا عاوز الفكرة دي اسألك هنا بقى وازم من خلال الفكرة الله على السؤال الجميل يا استاذ الفكرة اللي انا شرحتها لك دلوقتي واللي هي هتبقى قدامك في الامتحان لو جات اسئلة قصة ومش هتذاكرها هنعمل موازنة بقى ما بين قصة محمود وقصة سيدنا يوسف اللي بقى لك بقى انا عاوزك تفهم من حيث اسباب ذكر الخادم امر سيدنا يوسف للطفلين اثناء البيع يعني انا عاوز اسألك مش اقول لك ليه هو او مثلا حكى لهم ايه او صبر محمود بايه انا مش اسألك في كده انا عاوزك تتذكر لكن انا بسألك هو ذكر ليه قصة سيدنا يوسف للطفلين اللي اربع اجابات دول مش موجودين في الفكرة ولكن انت هتستمضتهم وتستنتجهم من خلال فهمك الفكرة فهمنا ان محمود وجهاد تم بيعيهما وفهمنا ان الشيخ سلامة حكى لمحمود قصة سيدنا يوسف وقال له ان انت هيبقى لك ملك كبير زي سيدنا يوسف عاوزين هنا بقى عاوزين هنا ليه بقى عاوزين نعمل موازن ليه ذكر هل الطفل والنبي يوسف يتشاركان في المكانة والحياة يعني سيدنا يوسف كان ملك على مصر وكان محمود ملك على مصر والاثنين مكانتهم عظيمة تنفع الاجابة دي تبقى اصبر شوية كده ونقرأ التلاتة تمين الطفل والنبي بنعمل موازنة انا عاوز زكاء عاوز مخ شغال مش عاوز واحد حفظ كلمتين وهيقولهم الطفل والنبي يختلفان في الحياة ويتشاركان في المكانة وحياتهم الاثنين مختلفة لكن مكانتهم عظيمة يتشابهان في ملابسات جزئية من حياتهما هم في أجزاء بسيطة في حياة الاثنين متشابهين فيها ولا لا يتشابهان في الحياة ويتشابهان في المكانة مص إجابتنا بقى كده يا أستاذ يتشابهان في ملابسات جزئية من حياتهما هقول لك أصبر شوية تعال نمسك واحدة واحدة كده وأقول لك كل واحدة غلط لي الطفل والنبي يوسف يتشاركان في المكانة والحياة يعني إيه المكانة والحياة يعني سيدنا يوسف عاش في قصر الملك هو سيد محمود عاش في قصر الملك لا طبعا في الآخر خالص ده محمود تم بايعه طب يتشاركان في المكانة ده ملك مصر بس سيدنا يوسف كان نبي يبقى ما ينفعش ما ينفعش أقارن ملك مصر بالنبي لا في فرق كبير يبقى هنا سيدنا يوسف كان ملكا على مصر وكان نبيا لكن محمود ما كانش نبي فإبعد عن المكانة دي خلص الطفل والنبي يختلفان في الحياة ويتشاركان في المكان آه يختلفان في الحياة صح بس مكانتهم واحدة لا ده ملك وده نبي انسا خلي بي لك من دي بقى شوف جين بقى شوف أنا بحلل معاه يتشابهان في ملابسات جزئية من حياتهما آه الملابسات الجزئية إن الاثنين مع فرق التشبيه طبعا صلى الله عليه وسيدنا يوسف المشاركات الجزئية بين الاثنين إن الاثنين تم بيعهما في سوق العبيد دي الملابسات الجزئية الملابسات الجزئية التانية إن محمود وسيدنا يوسف كان في ملابسات جزئية إنهم عاشوا في القصور يبقى ما تقوليش مكانة بقى يبقى أي سؤال أو أي إجابة فيها مكانة ما تنفعنيش يبقى ألف ما تنفعش عشان مكانة وبه مش هتنفع عشان مكانة ويدال مش هتنفع عشان المكانة لإني مكانة سيدنا يوسف نبي ومكانة محمود ملك يبقى إيه نركز شوية في الفصل السادس حبيبي أما قدس وجلنار فقد وصل بهم التاجر إلى حلب هيتباعوا في السوق بقى فصل السادس بقى خلاص ولم يكلفهما أي عمل يقومان به ده مين الشيخ غانم المقدسي اللي اشترى محمود وجهاد الخادم الذي اشترى محمود وجهاد من جبل الشطار ما حبسهمش زي ما حبس مين بيبرس طب إيه حكاية في ملخص بسيط كده عشان نلم بالأحداث محمود وجهاد لما مشوا مع التاجر ما كانش بيكلفهم فوق طاقتهما انضم إليهم غلام ثالث الغلام الثالث ده مين بيبرس بيبرس اللي انضم إليهم ده كان دائم الهرب ولد صعب جيب ده كان التاجر كانوا يضربه لدرجة أنه لما تباع التاجر فرح قوي أنه هو باعه وخلص منه على عكس محمود وجهاد اللي هيتباعه دلوقتي للشيخ غانم المقدسي الذي سيحسن معاملتهما بعد كده هنلاقي أنه كان قطس يحسن إليه بيحسن إلى مين إلى بيبرس وكان بيدي له جزء من الحلوة بتاعته والطعام لأن التاجر اللي اشترى بيبرس وهم ماشيين في الطريق عرف أن بيبرس ده دائم الهرب فكان دائم الهرب فكان بيضربه ويربطه بس محمود كان بيعطف عليه أما جلناري اللي هيت كانت تشفق على هذا الغلاب ولكن كان بتخاف منه لأنه كان دائم أنه يبص له بص غريبة كده يبرق لها كده نظراته كانت شديدة طبعا نبص مع بعض كده خلي بالك بقى احنا بنعمل مقارنة هارجع تاني وأكد ألف مرة هل هل هنا في تذكر انسى مش موجود الكلام ده أنا عاوز أعمل مقارنة ما بين البيت اللي قدامي ده وما بين الفكرة اللي فاتت بتاعت مين بتاعت بيبرس ارجع كده مش عارفنا هنا ان بيبرس كان بيتضرب اه أنا مش محتاجة زكرة عرفت ان بيبرس كان دائم الهرب اه عرفت ان كان التاجر بيحبسه ويربطه وكان محمود بيقاطف عليه اه يبقى هنا قدامه تعالى معي بقى هنا كده اه تشتري العبدة إلا والعصى معه إن العبيدة لأنجاس مناكيده فند معلش بعد إذن حضرته كده اكتب ورايا كلمة فند فند معنى كلمة فند أي ابحث عن خطأ هذه العبارة أو صحتها يعني هتقولي العبارة دي صح ليه ولو كانت غلط هتبين الأخطاء اللي موجودة فيها من خلال فهمك الفقرة الماضية ما تذكرتش يعني العبيد دول صعبين امسك لهم عصاية لأن العبيد دول مناكيد هذه العبارة لا تنطبق شفت أنا بينت الخطأ أهو فنتي يعني بينتي أن العبارة دي غلط معنى كلمة فند اكتب ورايا فند أي أظهر أخطاء هذه العبارة بيت الشعر ده مش بينطبق على كل العبيد أنا ببين الخطأ اللي موجود في بيت الشعر يبقى لا تفنيت إظهار الأخطاء بالأدلة والحجج فنت مما يلي صحة أو خطأ العبارة عرفنا أن العبارة دي ما تنطبقش على محمود ده بالعكس التاجر كان بيحسن إيه إذا ما شفنا في الفكرة التاجر كان بيجيب له طعام وشراب خلاص حيث أصله العظيم إزاي إن العبيد لأنجازه دمناكيده عمر محمود ما كان كده محمود ما كانش مناكيد خلص ما كانش أصله يعني سيء أو شيء قبيح زي ما موجود في البيت لو لا صروف الليالي تب العبارة دي بتنطبق على مين ولكنها تنطبق على بيبرز حيث أنه دائم الهرب بالعكس ده كان بيئزي الجواري والعبيد يبقى العبارة دي خطأ على مين على محمود وصحيح على مين على بيبرز يبقى أنا فنط الأخطاء تبنحتك تذكر لا الكلام ده أنا استنتقته من الفكرة التي مضت تمامي حبيبي؟ واضحة؟ خلي بالك بقى من السؤال الجميل ده الحرية لا تهب فإذا أوهبت أصبحت قطعة عظم أمقية لكلب جائع ولكن الحرية تنتزع انتزاعا استنتج من خلال الفكرة ركز على كلمة الفكرة دي يعني أنا هاستنتج من الفكرة اللي قدامي يعني مش هذاكر الشخصية التي ينطبق عليها هذا القول إن الحرية وإن أنا أوصل للحرية مش حاجة سهلة لأ لو حاجة سهلة بقت حتة عظمية اترمت لكلب جائع هل الفكرة دي بتنتبق على قطز ولا على بولنار الياجهات ولا على بيبرس ولا على حافظ الواسطي اللي هو كان بيبيعهم التاجر الدلال في السوق هنا بقى الحرية لا تهب يعني الحرية دي مفيش حد هيفك إيدي وقول لي امشي لأ أنا عاوز أخذها وجري مين اللي كان عاوز يهراب مين اللي عاوز حريته مين اللي كان بيتضرب مئة ألف مرة عشان خاطر يصل لحريته مين من قدامي من الفكرة بيبرس وشحنا واخدناها في الفكرة دلوقتي إن كان دائما الهرب وعاوز يهرب ليه عشان يصل إلى حريته خدت بلك من هنا أن أنا استنتجت من خلال فهم للفكرة مش ما تذكرتش طبقت الفكرة اللي فاتت دي على الحرية لا تهب فأكيد عرفت واستنتجت إن بيبرس هو اللي بتنطبق عليه مش تذكرتها وحفظتها بعد كده وما إن سلم النخاس مواليه سلاسة عرفنا خلاص وفهمناها قطز وجولمار جهاد وبيبرس وكانوا بيتقلبوا في السوق كده ياولاد ويتكتب أساميهم في دفاتر كأن أنا راح أشتري لمؤاخذة كده قميص أو بانطلون أو عربية حاجة كده سلعة تباع وتشترى وبييتكتب في الدفتر أكبر تمن مطلوب فيهم وأصغر تمن مطلوب فيهم عشان يتم البيع كأنهم يعني فكهة تتباع أو سيار ركز معايا بقى كده استنتج من خلال فهمك الفكرة عرفنا خلاص الدور الذي تسعى له منظمات حقوق الإنسان في شتى بقاع العالم ينهر أبيض إيه السؤال الكبير ده أستاذ ومش موجود في الفكرة منظمات حقوق الإنسان في شتى بقاع الأرض يا حبيبي ما أنا قلت لك من شوية يرجع كده واحدة واحدة وإيه بيبيع شوية سلعة هل منظمات حقوق الإنسان في مصر والدول العالمية هدفهم إيه بيسعوا إيه بيسعوا القضاء على الفقر والتخلق في شتى بقاع الأرض وما ممكن يكونوا بيعملوا كده بس الفكرة ما قلتش الفكرة قالتلي دلوقتي إن هم عاوز يأكلهم وشربهم هو السوق ده معمول عشان الأكل والشرب ولا نشر قيم المحبة والتسامع بين جميع البشر آه منظمات حقوق الإنسان بتعمل كده فعلا بس الفقرة دي اتكلمت عن المحبة والتسامع ركز بقى تعظيم حقوق البشر رغم اختلاف أعراقهم ركز في دي كويس يعني هم بيحبوا البناء أدمين قوي نحو إقامة مجتمع عادل يحيطه الأمن كله هيقول يا أستاذ الله ده الأربع إجابات كلهم ينفعوا هقول لحضرتك لأ انت بتستنتج وفق الفقرة وعرفت من الفقرة اللي فاتت ان كلهم بيباعوا زي عبيد سلع ما لهم ش قيمة طب منظمات حول الإنسان في العالم عاوز ايه بقى عاوز ان الفقرة دي تتلغي عاوزين يعملوا تعظيم لحقوق البشر مش عاوزين الإنسان يتباع عبيد مش عاوزين كده عرفت بقى ان انا طبقت الفقرة اللي فاتت دي على اللي قدامي انا برضو وطبعا اتعرض الإماء والعبيد في السوق وكان بيتنادى عليهم وبيتقلبوا كأن انا بشتري بطاطس لمؤاخذة في الكلام او تفاح بلاش بطاطس سلع طيام دي ده السبيل ويتباع وده يرجع يبور ما يتباعش يرجع للقفص بتاعه لمؤاخذة قصدي الحصير لمناسبة يعني الفكهة بصي هنا بقى تنبأ ينهر ابيض تنبأ تقال كبير او يا استاذ تنبأ تنبأ يعني توقع توقع من خلال ايه يا ولاد من خلال فهمك الفكرة يعني انا مش هجيب من مخي مش هألف انا هتنبأ وفق اللي موجود قدامي لو استمر تجارة العبيد لوقتنا الحالي ينهر ابيض يعني بقى فيه عبيد كتير القضاء الفقر والتخلف في شطة بيقاء على الارض واحد يقول لي اه ممكن يا استاذ ما هم هيشتغلوا وهينتجوا واحد يقول لي انتشار الصناعات ورواج التجارة اقول لك واحد ممكن يقول لي اه صح الاجابة صح يا استاذ مش هيشتغلوا في المصانع هيبفيه تجارة كتير انتشار الطبقية والانانية وضيع حقوق الانسان ولا انتشار الكذب والنفاق وانتشار الحروب الدولية تنبأ انا عاوزك تتنبأ وتتوقع من خلال فهمك الفكرة اكيد هيبفيه انانية اكيد هيبفيه طبقية انا مش عاوز التلاتة التانيين الفكرة ما اتكلمتش عنهم الدرس ما اتكلمش عنهم الدرس تكلم عن ان الانسان حر وان الانسان لابد ان يصل الى حرياته فعشان كده هناخد الاجابة بتاعتنا انتشار الطبقية والانانية رغم ان التلاتة التانيين ينفع لكن لم تناقشهم الفكرة لم يناقشهم الموضوع بعد كده برضو هنا كده ما كان اشد فرح الغلاب ان الدلال قال له خلاص محمود وجهاد هيتباعه لاثنين لمين لواحد بس والاثنين فرحه لانها يضمهم بيت واحد ونقضاه الشيخ سلاثمائة وخمسين دينار ثمان جهاد بعد ما كانش هاشتريها وهما لا يكادان يصدقان من الفرح انهما قد نجوا من خطر الافتراط ما بقى في الفكرة دي تنبأ مما يلي سببا نفسيا سيودي مش سيؤدي لا سيودي بكل محمود وجهاد لو لم يشتريهما الشيخ غانم كما ورى بالفكرة معنى الكلام لو محمود وجهاد اللي اتنين ما اتباعوش لواحد بس كان محمود حد اشتريها وجهاد حد اشتريها يعني هيتفرقوا من الآخر نتنبأ بقى نتوقع ذلك احنا ايه اللي هيحصل حياة العبودية وما بها من مآسن واحزان لمحمود وجهاد الخوف من التطار والفرق بينهما كراهية جولنار لبيبرس بسبب نظراته ولا الرعب الدائم من رسل التطار المنتشرين بالسوق خلي بالك احنا كان محمود يتمنى يضم البيت بتاعه يضم محمود وجهاد هم الاتنين يعيشوا في مكان واحد لو ما كانوش عياشوه كان ايه اللي هيحصل في خوف من التطار لا في قراهية جولنار لبيبرس اعلقتها بالموضوع الرعب الدائم ولا حياة العبودية وما بهما من مآسن واحزان هو ده اللي احنا هنتنبأ به هنتوقعه وبكده حبيبي ابنائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي وصلنا الى نهاية الحلقة بتاعتنا وشفنا اسئلة قصة جميلة جديدة عرفنا من خلال القصة دي احداث جديدة وعرفنا طريقة للموازنة ما بين القصة وابيات الشعر عرفنا ان القصة ما بتعتمدش على التذكر ولكنها تعتمد على الفهم والتحليل والطبيق وطبعا في النهاية نشكر ادارة التعليم الالكتروني ونشكر وزارة التربية والتعليم وجزاكم الله خيرا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة